تعليق سريع جدا على لقطة مبانح اللقطة الخاصة بمباراة منتخب البرتغال أمام أرجوي حدف البرتغال الأول العمل حالة جدل طبعا المواطش انتهى اللي ما يعرفش أو اللي ما تابعش يعني المواطش انتهى لصالحة ببرتغال بنتيجة 2-0 وده فوص طبعا أهل البرتغال للدور اللي جاي بما أنها العلامة الكاملة الغاية داتي لكن الأهم من ده فضل الله مواطش واحد مع كوريا وكوريا الجنوبية مش هي كوريا الجنوبية يعني مش هو ده المنتخب اللي ممكن تقول انه يعمل عودة أمام أمام البرتغال لكن المبارح في لقطة الهدف الأولاني الموضوع لي أكتر حقيقة من بعد يعني مش عارف وقت هيسمح بس هكلينا نتكلم في نمر واحد الحقيقة اللقطة دي أو الهدف ده أثبت انه كريستيانو رونالدو بيعاني نفسيا بشكل عنيف كريستيانو واحد من أهم نجوم الكرة على مدار تاريخها تتفق انه الأول ميسي الأول تتفق انه واحد من أعظم نجوم الكرة أو واحد بس مجرد سوبرستار في جيله لكن لا يقرن بالأباطرة والأساطير كل ده مش هنختلف مع بعض فيه لكن الحقيقة النجاح اللي حققه كريستيانو رونالدو والألقاب اللي فاس بيها كريستيانو رونالدو على المساوى الفاردي كأفضل لعب في العالم مهدف بطولات وتحقيا للألقاب مع بورتغال خدوا بالكندوم الرجل ده محقق مع بورتغال بطولة يورو ومحقق مع بقى كل الأندية من يونايتد يوفانتس ريال مدريد ألقاب كتير جد فبتالي هو مش في حاجة أنه يزبط حاجة لحد مش محتاج يبزل مجود عشان يقول أنه أنا أسطورة من أساطير كورتر قدم لكن انبرح في اللقطة الأولى للهدف واللي كان عليها حالة جدل كبير جدا هل الكورة اللي دخلها أو سجلها مباشرة برونو فرناندز ولا اللقطة دي كريستيانو رونالدو وأنا تقديلي طبعا وده اللي أكده النهاردة البهاني الرسمي الصدر من الفيفا أنه كريستيانو رونالدو ما لمس الكورة وبالتالي الهدف هو هدف برونو فرناندز لكن اللقطات أو اللحظات اللي تلت دخول الكورة للشبكة هي اللي أكدتلي المعنى اللي بأكلم حضراتكم فيه وهو أنه الراجل بيعاني من كم كبير جدا من حالة كبيرة جدا من حالات الضغط النفسي وفي حاجة أنه يرد حتى لو الرد فيك لو الرد مش حقيقي لو الرد بهدف هو ما كانش يهي أي دور في تسجيله احتفاله وشعوره بالسعادة ومحاولة توصيل رسالة أنه أنا اللي سجلت الهدف مع نجم كبير بحجم إنجازات كريستيانو رونالدو بتقول أنه الراجل ده بيعاني من ضغط عنيف جدا وفي حاجة أنه يزبط للعالم كله أنه الأسطورة ما زالت مستمر يعني طبعا دي اللحظات اللي بعد تسجيل هدف بصوا عدسات الكاميرات بصوا المراسلين اللي موجودين جوه الملعب كل الأنظار تتوجه إلى رونالدو لكنه رونالدو ليس رونالدو لأنه الحقيقة كان المفترض من لعب كبير بحجم رونالدو قيمة كبيرة جدا أنه يروح لبرونو فرناندز ويهني بالهدف لأنه هو لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إحرازه وزي ما قلت لكم ده اللي أكدوا بيان الفيفا واللي أكدته الشركة المصنعة لكورت القدم اللي طبعا أنتم حارفين أن التقنيات كل يوم بتزيد المفترض أن فيه بروسسور صغير محطوط جوه الكورة دي بيقدر بيقدروا من خلال البروسسور ده أنه هم يقروا أي تلامس أو أي اهتزاز يحصل في الكورة نتيجة لمسها بيصل لدقة أعتقد 500 هيرتز حاجة كده يعني يعني ما يشت التفاصيل قوي بس في النهاية شركة فيفا أكدت أن الكورة دي ما حدش لمسها وهي في طريقها المرمى وبالتالي كريستانو رونالدو ما كانش ليه أي دور في أحراز الهدف